كيف رأيت مباراة الأمس؟ نحن كنادي أهلي كفرقة نادي الأهلي ككورة. لا نحن لم نكن كويسي. لأن نكون منصفين. لن نتحدث عن بعض. كأداء كورة في الملعب. نبدأ واحدة كابتن حسيني. نبدأ بسؤال كريم. التشكيل. هل أخطأنا أو مسيماني أخطأ في التشكيل أم لا؟ وبعد أن نخش على حتة الفنيات. قبل المباراة سيكون هناك كلام. وبعد المباراة سيكون هناك كلام. بالمعظم الناس اللي هتيجي تحلل. قبل المباراة يقول لك. يعني اللي قال التشكيل. مثلا هنقول تسعين في المئة خمسة تسعين في المئة. مش هيبقى عنده اعتراض كبيرة على التشكيل. خصوصا إحنا لعبنا مع الرجاء. بالضبط. وقدينا بيه شكل كويس وقدينا بيه حاجة كويس. ورغب دابع لحضرتك إزاي. أي مدير فني في الدنيا. بيبقى لي كذا سيناريو قبل ما بيخش المباراة. أنا شفت إن مستر موسماني حاول إن هو يلعب على السرعات من الأطراف. إن هو يزوج كسافة كبيرة مثلا. في أربع لعيبة عندنا. طاهر وبرسي وعبد القادر وحسين الشحات. الأربع لعيبة دول المفروض إن هم لعيبة هجومية. مظبوطة أو مش مظبوطة. محمد شريف برضو. لا محمد شريف بعد ما نزل. لا ما نزل بقى. نتكلم عن بداية التشكيل من البداية. الأربع لعيبة دول الموجودين دول أربع لعيبين هجوميين. مظبوطة أو مش مظبوطة. يعني الراجل دوت مش نازل عشان يدافع. اشتغل هو على عنصر السرعة. اشتغل على عنصر السرعة. لأن الأربع لعيبة لو قلنا حسين الشحات أو طاهر أو عبد القادر أو بيرسي. كلهم عندهم عنصر السرعة. وده في تفكير مدير فني. لما تخش انت بقى مش مشجع عادي. لما تخش في تفاصيل الدماغ. مثلا الراجل بيحط سيناريو للمباراة. لا أنا عارف أن أنا بلعب مع فرقة. في ملعبها والجمهور. وأن الفترة الأولينية هيبقى في ضغط عليها والكلام ده كله. أنا محتاج عنصر السرعة في الحاجات. لها الهجمات المرتدة والكلام ده كله. أنت كمدرب أنت بتقول السيناريو. أو بتقرأ السيناريو. أو بتشوف الميزات بتاعت اللاعبة اللي موجودة عندك. أن أنت تتحقق بها الهدف. هو عمل كده من قبل المباراة. سوق حالة اللاعبة اللي موجودة في الملعب. أو الكلام ده. أو أنه ما يبقاش موفق أو حاجة زي كده. دي مش بتاعت مدرلها. هو للأمانة برضو كلمة عدم توفيق. ما نقدرش نعلق عليها قوي اللي حصل. لأن بعيدا عن مسألة التوفيق من عدم. وإحنا شكنا أن اللاعبة ما كانوش فيقين. ما كانوش بيقدوا الأداء المتوقع والمنتظر منهم. واللي كمان يتماشى مع إمكانيات كل واحد فيهم على حدة. أنا متفق مع حضرتك. بس أنا بتكلم برضو مع لشي. مهما كان إحنا هنرجع للأسباب برضو اللي كانت قبل المباراة. هي خدت من التفكير أو من ذهن اللاعبة أو تركيز اللاعبة. أخذت من ذهن اللاعبة أو تركيز اللاعبة كثير. فعشان كده الناتج في الملعب ما كانش بشكل كبير. رغم كده إن إنت في لو تحسب الفرص اللي ضيعها النادي الألي. لأ إحنا ضيعنا فرص كتيرة جدا وسهلة جدا. حتى الاستحواز ما كانش محسوس مع إن إحنا كنا استحواز. إحنا الاستحواز الاستحواز بالزبط. بس مش محسوس إنه كانت ما ناتجش عنه خطورة بتشكلها على مرمى المنبلة.